موسيقى اليوم كالعادة مشاهدين جولة على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن هاشتاك صباح النور مهن مهن تستثنى من إجازات العيد فكيف يكافأ عمالها والعيد بعيدا عن غزة مع المؤثرة الفلسطينية أسمى الشيخ يوسف أفلام العيد في الصلاة السينمائية في كلاكات وفي الجسم السليم خمسة تمرين لزيادة لياقة الجسم على رغم أنه يمكن ليس يوم للتمرين مش اليوم أبدا إذن مشاهدين كل هذا وأكثر في حلقتنا التي تبدأ الآن إذن مشاهدين بدأت حلقتنا كل عام وأنتم بألف خير المرة الثانية نعاد عليكم وأطحى مبارك حلقتنا لليوم منوعة وبالتأكيد معظم مواضيعها ستكون عن العيد العيد الذي سنبقى نفرح فيه ونشعر به على الرغم من كل المآسي ومن كل الأوجاع وعندنا اليوم الموضوع الحلو صحيح اليوم عدد من المواضيع سنتناولها وطبعا بداية نقبل كل شيء هدخان نقولوا عيد مبروك من جديد للجميع لكونوا ما يتفرج فينا إن شاء الله تكون أجوائكم محلوة نهار العيد نعرفون أنهار العيد لأطحى الصباح دايما تكون فيه الأجواء مختلفة نوعا ما فلذلك إن شاء الله تستمتعوا بهالنهار هدية وتحية إلى كل عائلاتنا أصدقائنا الناس الكل إن شاء الله كل عام وانتما حايم بخير نحن عنا سؤال للحلقة اليوم عن الناس التي تعمل يوم العيد ولا تحضى بإيجازة العيد مهنهم تحرمهم ربما من هالإيجازة نحن نحب ونعرفوا رأيكم طبعا في هذا الموضوع إن كان على رقم الواتساب الخاص بينا وان كان أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي كان السؤال مطروح منذ يوم أمس على كل منصاتنا وعدد من التعليق جيتنا حول هذا الموضوع عن مهن تكتحرمك من إيجازة العيد فأخبرنا عنها وعن شعورك بهذا الموضوع فمن جديد نحن في انتظار بقي التعليقات لتناول هذا الموضوع بعد قليل بالتأكيد أمين يمكن خلال رحلتنا مع صباح النور الآن تقريبا سبع سنوات صارت أنا تقريبا أنا وإيكا عاملين خمسة حلقات عيد أو أكثر على فكرة عدتها أكثر أيضا اعتدنا أنه نعيدكم مشاهدين وأن تكونوا جزء من عيدنا نسعد دائما بأنه نكون معكم ولكن هي فرصة لنحيي كل من هو مجتواجد اليوم في مكان عمله ليؤمن سلامة ليؤمن أمان ليؤمن صحة أو لكل مقتضيات العمل إذا كان عملكم اليوم يحرمكم من أن تكونوا وسط العائلة ووسط الأصدقاء نحن عائلتكم وأصدقائكم ينعاد عليكم شكرا للمجهود الذي تقدموا شكرا لنا كمان تعال نعيد أهلنا مثل ما بنعمل كل مرة لأنه بتأكيدهم يشاهدون الآن كل عام وأنتم بخير بابا كل عام وأنتم بخير ماما وينعاد عليكم من حابب تعيد أنا نحب نعيد أكيد على عائلتي والحاجة السياعة طبعا واللي إن شاء الله يكونوا كل عام ومحاين بخير وأصدقائي ذوكم المجانين الوحوش تحب سلم عليهم قولوا معيتكم ممرور وأنا أصدقائي بعضهم موجودين معنا فعايدناهم منهم لأنه كلهم موجودين في تونس فإن شاء الله سألت حق بكم قريبا انتظروه قريبا جدا إذن مشاهدين ينعاد عليكم وحلقتنا لليوم تبدأ الآن ولدينا العديد من المواضيع صحيح كل عادة ساعة نحن نهار العيد نعرفه وأنه نهار يكون مخصص للمطبخ عدة أطبيق اليوم وأجوية خاصة للناس اللي ذبحت الأضحية وحتى لي مذبحش اليوم أكيد وأنه بحكم أن العائلة تجتمع والجيران تجتمع فالكل اليوم إن شاء الله يكون عنده سفرات كبيرة لأنه اليوم حيكون عندنا فرصة نتعرف على مائدة العيد في مصر مائدة العيد في مصر مختلفة ولها أطباقها بالتأكيد كل دولة بيكون عندها عاداتها وتقاليدها وأطباقها اللي بتتختص بأول يوم اليوم عندنا مائدة عيد الأطحى المصرية ومين اللي حيقدمها؟ هشكون غيره شافتارك شافتارك صحيح صباح النور يا شافتارك كل عام وانت بخير وانت بقال في خير كل عام وانت بقال في خير كل عام وانت بخير وعيد أطحى مبارك النهاردة إن شاء الله بقى من النوكو أكل مصري صفرة مصرية جميلة زي ما انت شايفين الرؤاء وفتة نعمل فتة مع ربع خروف كده كتف والجنب والموزة ونعمل رؤاء باللحمة المصرومة صفرة كده ومصرية جميلة إن شاء الله ونعرف أمين النهاردة على العداد المصرية نتعرفوا على العداد المصرية وإن شاء الله نحن أيضا في انتظار التعرف على كل عداد وطن العربي طبعا لكل من يتبعنا لكل من يشاهدنا ما ننسيبوش زي ده وأن عدد كبير من العرب اللي عايشين يمكن خارج بلدينهم وأيضا عدادهم تختلف فلذلك نحن في انتظار هكذا تفاعلهم نعرفوا شنو يعملوا زي دههوما نهار العيد ربما يكون عندهم ربما يخلقوا تقوص جديدة اللي عايشين في الغربة صح دائما بيكون التقوص موازنة ما بين التقوص الأصلية التقليدية والتقوص جديدة بيكون متعلموها من المكان الموجودين شكرا 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 شاف طارق ولنا وقفات معاك الآن خلينا نروح نشوف درجات الحرارة المرتفعة ومستمرة في الارتفاع وحرارة عالية مشاهدينا دعونا نتعرف على أحوال التقصد درجات الحرارة في العواصم العربية ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والآن موعدنا مع هاشتاك صباح النور وأبرز ما تم تداوله على كل وسائل التواصل الاجتماعي طبعا مشاهدينا عيدكم مبروك العيد هو الترند الكبير في العالم الكل الآن أكيد صباح اليوم النساء كل تشارك صور العيد تشارك صور الأكل تشارك صور لعاداتهم وتقاليدهم أجواء العيد هذا ما سنلاحظه أكيد واللي كلكم أكيد تلاحظوا فيه ونعايدوا بعضنا طبعا على بسال التواصل الاجتماعي بالنسبة للبارح ولي كان أكثر ما تم تداوله وكان طبعا وقفة عرفة أو يوم عرفة كان من أبرز الأشياء اللي تحدثت عليها الناس شفنا هالصور صور صراحة أنه شاركها العديد والعديد من الأشخاص ونسبة كل ردة دعوات عديدة وخاصة لغزة وأهل غزة وطبعا إلى كل بطريقته فما لحب يعبر عن دعوات خاصة به عن عائلته عن بلاده عن وطنه عن أصدقاء وفما لعدد كبير من الأشخاص طبعا اختاروا وأنه يوجهوا الدعوات الكل إلى غزة والفلسطينيين وطبعا ما يحصل في القطاع منذ أكثر من ثمانية شهور طبعا وكنا نعرف ماذا يحصل منذ السابع من أكتوبر في غزة تحديدا فصور اليوم عرفة كانت الأكثر تداولا البارح إضافة إلى هذا الفيديو هذا الفيديو تقريبا شفناه على كل الحسابات نس كل شاركة هالفيديو ونس كل وصفته بها المشهد الجميل جدا خاصة مع الشمس والحجاج الكل ويخفين في جبل عرفة هذا من أكثر الفيديوات اللي تم نشرها البارح واللي وصلت تقريبا إلى ملايين ولا ملايين المشاهدات منذ أول فيديو نشر ومن بعد الفيديو هدايا أصبح طبعا يتداول في أكثر من حساب فما الناس ترجع تنزله فما الناس ترجع تشاركه ولكن ملايين وملايين المشاهدات لهذا الفيديو البارح اللي كما قلنا كان من أكثر الفيديوهات المؤثرة نظرا إلى أنه هكذا يعني فيه خشوع ديني وأيضا أنه الناس شاركت كيف قضى الحجاج يوم عرفة سأنتقل إلى مشهد آخر أيضا مشهد من المشاهد اللي برزت بشكل كبير البارح شاب سعودي استقبل الحجاج بطريقة أثارت تفاعل عدد كبير من الناس معه خاصة طبعا إن كان الناس اللي تواجدوا اللي هو رحب بهم وإن كان أيضا من تداول هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي هكذا بطريقة مبتسمة جدا بطريقة فيها فرحة كبيرة أيضا طريق التعامل مع الناس تحيتهم لهم حسب كل حد جنسيته يرجع يجيبه بلاجته فيديو يعني الكل ناس كل شاركته نعرفوا هالنوع من الفيديوهات اللي فيها نوع من السعادة وفيها برشة إيجابية تصل بشكل كبير إلى عدد من الأشخاص والناس كل حياة هذا الشاب السعودي على كرمه وعلى طبعا حصن ضيافته وعلى طريقته المميزة جدا في استقبل كل الحجاج سننتقل الآن إلى اليورو مشاهدينا وكأس أمم أوروبا كأس أمم أوروبا البارح اليوم الثاني وكان يوم مليء بالأهداف يوم غير عادي البارح كانت طبعا سويسرا ضمن المجموعة الأولى اللي شفنا مباراة هالولى بين ألمانيا وطبعا كانت المباراة بين ألمانيا ألمانيا اللي فازت فيها بنتيجة كبيرة جدا طبعا ضد سكوتلندا المباراة الثانية لنفس المجموعة هذه سويسرا ضد المجر تفوز سويسرا بثلاثة مقابل واحد المجموعة الثانية والتي هي المجموعة النارية والتي تجمع إسبانيا إيطاليا كرواتيا وألبانيا البارح إسبانيا فازت على كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل صفر ثلاثة أهداف سجلت في الشاوط لوليني وأسبانيا أثبتت أنه قادمة إلى هذا المونديال بقوة على عكس كرواتيا اللي كناش نتخيل وأنه تكون بهذا الأداء البيهد جدا ووقت اللي قلنا أنه طبعا أنه كرواتيا سيكون هذا آخر تقريبا بطولة كبيرة سيلعب فيها أغلب نجومهم اللي كلهم على مشارف الاعتزال مودريت شو كوفاسيت شو بيرزيت شو غيرهم فكرواتيا البارح يعني نوعا ما خليت الناس تتسائل لماذا ظهر المنتخب الكرواتي بهذا الأداء المباراة النهاية البارح اللي تلعبت طبعا المباراة الأخيرة بالنسبة إلى هذه المجموعة ومباراة السهرة البارح إيطاليا تفوز بعد أن استقبلت أسرع هدف في تاريخ اليورو ضد ألبانيا ألبانيا البارح سجلت في الثانية 23 البارح إسبانيا ألبانيا عفوا تسجل الهدف في الثانية 23 كأسرع هدف في تاريخ اليورو ولكن رجعت بعدها إيطاليا طبعا وسجلت هدفين وفايزت بهذه المباراة الشوطلول قدمت أداء مميز جدا ولكن الشوطلول رجعت شوية إيطاليا حتى أنه كانت مهددة باستقبل هدف التعادل في أخر دقائق المباراة مجموعة نارية هذه المجموعة الثانية واليوم سنكون طبعا مع مباراة المجموعة الثالثة والرابعة فاستمتعوا باليورو مباراة رائعة جدا على هامش اليورو عندي لكم خبر اسمهم لي الخبر هذا روحة مشاهدين السيد هذا واللي هو اللاين ميكل جون وجه رسالة إلكترونية إلى مدرسة ابنه ضمنت عذر غريب من نوعه لتبرير غياب ابنه عن المدرسة خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم الوالد انشر أيضا الرسالة على حسابه ويقول فيها أنه نكتبلكم بكل بساطة أنه لأبلغكم أن أليكس لن يكون في المدرسة اعتبارا من الخميس للتاشيونيو حزيرة وإلى أن يتم إقصاء اسكتلندا من يورو 2014 واللي هو سيكون في رحلة تعليمية عبر ألمانيا لزيارة العديد من المدن وين بش يدرس المشاعر العاطفية اللي مر بيها مشجعو اسكتلندا في اليورو ويقول أيضا الوالد وأنه أليكس ابنه سيتعلم في غضون أسبوعين من السفر أكثر مما سيتعلمه في المدرسة وسأضمن لكم أنه يعود بتقرير تفصيلي عند عودته إلى المدرسة في سكتلندا الموضوع هذا من أكثر المواضيع تداولا على هامش اليورو يعني هالوالد كيفش قام بها العملية وبعث رسالة إلى المدرسة ليقول أنه ابنه مش بش يكون موجود لأنه ابنه سيشاهد المباراة ثم مرايكم تخيلوا أنه كان يعملوها معنا أو عملوها معنا قبل أو يعملوها معاكم في المستقبل غريب أنا وعنما الفكر أنا مع الفكرة تماما وأعتقد أنه ابنه فعلا سيتعلم كثير جدا من هذه التجربة ملحوق المدرسة ممكن يرجع ويلحق ولكن أعتقد أنه هذه التجربة والسفر والمدن والتشجيع سيضيف إلى مخزون ثقافته وإقباله على الحياة وعيش التجربة بصورة كبيرة جدا يعني التعليم مش بس كتب حلوة هي حلوة يعني يارات أنا بتذكر أنه ما بعتقد كان فيها تحصل معنا لأنه إحنا كانت الدراسة أولا ثم الحياة بعدين ولكن حلوة الفكرة أما ليه الفكرة غريبة نوعا ما شوية لأنه زيدا تخيل أنت هلوالد يعني أنه يبعث رسالة إلى المدرسة ويقوله منه ولدي مش جيلي أنا أجبتني خاصة الجملة أنه لن سيتعلم أكثر مما سيتعلمه في المدرسة مهم جدا يعني يمكن رواها نحن غريبة لأنه أيضا الوالد الهدف الأساسي أنه يحضر اليورو هو مش هدفه أكيد أنه تعيين ويمكن ما يلقى حد يخف معه الولد فأضطر يخف معه فعلى كل أنه الموضوع غريب شوية وبصراحة أثار جدل كبير يعني مش جدل من ناحية أنه جدل جدلت الناس معه أو ضده ولكن يعني خلينا نقوله أثار أنه هكا خلى الناس تتحدث عليه بشكل كبير هالوالد وهالقصة اللي قام بيها وناس قارنت أيضا بهي ما ما يحصل معها ربما هل نحن يمكن أوليانا كانوا يخليونا وياخدونا مثلا إلى نحن كنا كنهربوا على المدرسة أنا نذكر وإحنا صغار كنهربوا على المدرسة لمتابعة مباراة على الهواء إحنا على الهواء ليه مش ماشي ليه أما كنا كنهربوا لمتابعة مباراة أنه كنا ناكلوا تريحة أكيد معني أنه نتعذبه عناوين مشاهدينا ومختارات من بعض الصحف العربية فيما شاتهم نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ياسمين خليل كردية من مدينة عفرين كانت معلمة للغة الكردية ولكن وبسبب تطور موهبتها انتقلت لتصبح مدرسة للرسم والفنون الجميلة قصة ياسمين مع الرسم والجداريات التي شاركت بها في معارضه ولا يدعون أن نتعرف إليها في هذا التقرير من سوريا اللوحتي هاي اللي بتعبر عن الزلزال رسمت خطرة الزلزال وكيف الأطفال وقتها تشرد وحبت أنه أعملها بلوحة واحدة بداية كانت برصات وفحم انت رابط على الرسم على الحجر رسم على جزعة الشجرة على القماش وبلشت أرسم جداريات وشوي شوي رسمت لوحات طبعا بالألوان الزيتية والإكر اللي جميع الألوان استعملتو لقيت هذا المركز الصغير وفتحت فيسر لتقريبا أربع شهور عم دربة طلابية هدول يعني في قبول كتير من الأهالي خاصة من هون منطقة عنا بعفين كتير بحبوا الفن وبيهتموا بهذا الشي وبيحبوا الولادين يتعلموا الرسم هو صديقي يعني لوحات اللي عم بترسمها عم طالع الشي اللي جوادي يعني لقيت سدى بلوحة يعني بتعبر عني لما بكون مثلا حزينة برسم لوحة عم بتعبر عن الحزن لما كن وبسوطة بطلع لبرة يعني بختار رسم الطبيعة رسمة ورود بطلع الشي اللي عم بتعلم الرشو عند أسا ياسمي وأسا ياسمي بتساعدنا بالرشو وعندي لوحة راح فرديكم هاي لوحة اللي رسمتها أنا بحب الولود كتير وعنسا ياسمي ساعدتني بالورود وكتبت اسمي عنها سابس أكويس عندي كوية لوحات ساعرسم لنا وحبت الرسم وين أنا وصغيرة كنت بالبيت أرسم وحط رسم وأرسم من عندي رسمة حتى رسمت هذيك المرة هيك لتنزلت عندي رسمة بالبيت مريانا تي حلوة وأنا تمت أنا أمين حتى هول سجلس كنت بالمركز يا تايا الصحة على كل أنه تعليم الأطفال الرسم حاجة مهمة جدا بتبقية الحال خاصة اللي عنده هالمواهبة ويكتشف مواهبته ويكمل فيه وصراحة الولادة عندهم مواهبة حلوة بالرسم يعني واضح من طريقة اللوحات اللي عرضت أنه عندهم لأ يد حلوة صحة وأكيد إذا سمروا على هيك بس يكبروا حيكونوا رسامين صحة احنا هنروح لفاصل بعد الفاصل عندنا الإنسان الوحيد في الوطن العربي مشاهدين اللي ممكن يعمل السبور اليوم أو ممكن يمارس التمارين الرياضية المدربة الرياضية فرح الآن بتعمل تمارين إطالة خلف الكاميرا لأنه حابة تعمل رياضة في يوم عيد الأطحى بعد الفاصل صباح نور يا فرح صباح نور أمين وإن شاء الله كل عام بتي حايب خير وإنت بخير وكل عام مشاهديننا بخير كمان كما قالت الزميلة سارة الإنسان الوحيد على كوكب الأرض اللي يعمل تمارين نهار عيد الأطحى وتمارين خاصة بشنية اللي زيت الوزن حتى نزل الوزن من الأكل اللي حيكلوه هلأ آه هكا أنت معنا قدر أنا اليوم بدي أعطيهن كتير صعب أنت تعرف أنه نهار العيد على فكرة فيه تعب فيه تعب جسدي رأي بس أمين فيه ناس بيحسه بالذنب فبيحبه بعدين يا بنتك يا بار غير كنتك محد يحس بالذنب برا فيه ناس بيحسه بيقنبهم ضميرهم بعدين بيقوموا بيقوم بدن يعملوا رياضة كان كلامها صحيح مثالش قولوا ليرا وكلامها صحيح كان كلامها غالط تعرفوا اللي كلامها غالط عندها خمسة توارين لزيادة اللياقة اللياقة مش الوزن لزيادة لياقة كامل الجسم تفضل يا فرح شكرا أمين شكرا أمين يسعب صباحكم مشاهدينا ستكونوا اليوم جاهزين من نشاط الحيوية وفيكن تعمل تمارين بعدين إذا كنتوا هلأ مشغولين مثل ما أنا زي حسينا شوي بالذنب أكلنا شوي زيادة أكيد ما في مشكلة إذا أكلنا ولكن كتير مهم أنه نضل متابعين ونضل عم نتمرن بشكل دائم حتى بأيام الأعياد وكل عام أتوك خير وأضحى مبارك عليكم إن شاء الله خلينا نعمل تمارين أحمق مع بعض على السريع قبل ما نبتدي بي الخلس تمارين اللي هي بتساعدنا على زيادة اللايقة البدنية وكمانا بتساعدنا على حرق دهون أكثر فرح ناخد نفس مع بعض اخدوا نفس لفوق وطلعوا النفس نفس عميق بلش نحضر اليوم حتكون تماريننا صعبي مش كتب مثل كل مرة كتب عم دلعكم اليوم حصعب عليكم بس لأنه لازم شوي تكون تمارين بتحرق دهون أكتر من العادي عطون سكوات على مهل ومطلع ننزل على مهل ومطلع دايما منبعس على الكعب ظهر جلس الركب نفتح على برا متل ما دايما منبقل يكون بالسكوات أكيد زماعنا ليوني فينا ننزل سكوات قد ما منقدر مش دوره ننزل كامل فينا ننزل نص سكوات بعد هيدا لدي يكون نطلع رجل ممدودي لقدام وبالتبادل تحاول تحركه الخسر مع مد الرجل لقدام كرمين نحمع ذوات الرجل الخلفئي مع النفس هلا بنعمل برمي كاملي ونبدل فينا نعمل ركض هيك بالمكان قبل ما نبدل ثاني مين اطلع على مهل نعمل جامبين جاكس مع بعض ولما رأعطيتكم ثمارين احمق نط بس اليوم حننط لانه في عنا ثمارين قفض بالثمارين مع بعض عمد نفس لازم الدربات لقلب ترتفع درجة حلاط الجسم كمينة ترتفع حتى نحاس ان احنا جاهزين لانه تمارن فينا نمشي بالمكان ناخد نفس ثلاث نفس جاهزين اول تمرين حيكون معنا هو تمرين السكوات السكوات رح نستخدم فيه اوزان فيكن تبتدر فيه طبعا حتيكم مستوات كيف توصلوا لحيدا المستوى فينا نبتدر بتمرين السكوات بس بوزن الجسم بس تمكننا عملنا بالطريقة الصحيحة وصلنا شاطرين فيه منبلش ناخد الوزن فيها نكون طريقتين اول طريقة بتحطو الوزن بس على الاكتاف انا ما بفضل تحطوهم تحت لانه دايما لما بيكون الوزن تحت الركب تسكر على جوه وهذا الشي بيأزئ الركب ففضل الوزن يكون فوقعا للاكتاف وننزل تحت ونطلع هيدا الشكل هيدا اول تمرين فينا نبتدر بعد ما نتمرن وزن الجسم انه ناخد معنا اوزان ونتمرن بالطريقة الصحيحة واكيد فينا نزيد الوزن اذا بدنا يصير اصعب يحلق أسوارات اكتر ويزيد اللياع البدنيين نضيف معه جزء ثاني من الجسم هو العلوي فبنزل سكوار وبدفش الويت على فوق او الوزن هيدا الطريقة بطريقة سريعة بنزل شوي شوي وبعطي فش او دفشي كتير قويه لفوق اقل شي بعمل لهم عشرة مرات هيدا الشكل شايفين حتى عم برفع شوي على الاصابع حتى عطي دفشي للوزن على فوق بعض واحدة مع بعض اوكي فبما خلص هيدا التمرين كمان في تمرين صعب ولهو كيكون بتحبو الفورتيز انا اكيد بحبوه الطريقة كيف نبتدى فيه وكيف نتقدم فيه اكيد اول شي اذا بيتمرن عليه بنزل لمستوى المبتدئين لتحت بطلع برجع بس بوقف هيدا الشكل بنبتدى نتمرن عليه بهيدا الشكل اوكي بعدين بصرنا احسن فيه بصير نط بالرجلتين بنزل لتحت برجع نطلق الدين وبوقف بدنا اياه اصعب مع الوقت بنصير نضيف النطة اللي هو فوق نحن نمرن كمان عشرة تحت رجع لفوق تحت رجع لفوق كيف بس تعبنا فينا بنرجع نمشي بس هيدا من اهم التمرين اللي بيزيد عنا الاياء البدنية بشكل عام فينا اصلا هو تمرين لكامل جسم فينا بس نعتمد عليه هو السكوات اذا بدنا تمرين لجهاز الهوائي بنفس الوقت تمرين للاوزان بعد هيدا التمرين رح نطلع رح عامل تمرين مركب هو ديدليف مع لانج دايما التمرين المركبي بتساعدنا نزيد اللياع البدنية تباولنا وبتزيد حرق السعرات كتير فدايما بحب اني ادمجها فرح نعمل اجرين بعض الحوض نستخدم كتلبل او أوزان ما بتفرق فعمل ديدليف برجع بروح بلانج على ورا اوكي شوي شوي مندفع الحوض على ورا الظهر جالس شايفين بدل ايد وبروح تاني مال اتنين من الحوض بطوي شوي ركب بكسر الظهر جالس برجع بروح على ورا اهم شي بالديدليف حتى لو كنا بنا نكون سريعين بالتمارين انو نحاول ما نصدع بالديدليف نعمله بالطريقة الصحيحة لورا على ما هل تلاحظوا كتير انتبهوا على التكنيك التكنيك والاداء الصحيح هو تلكتر بعد تمرين انا حتى ما بعد نصف تمرين على ورا رح نعمل بعض مع بعض بعض مرة كرمي تشوفوا الوضع السنيمي للتمارين بس نخلص هيدا عشو مرات رح نستخدم الكتلبل زيتا ورح نعمل الكتلبل سوينج اذا ما كنا عندكم الكتلبل اكيد فيكم تستخدموا الدمبل كيف فينا نستخدم الدمبل بقدر ابتدي بوزن خفيف تمسك الدمبل بهذا الشكل بفتح اجر اكتر من عرض الحوض تكون واسعة بيخذ الحوض على ورا وبمرجح الوزن على بعيد اوكي بيبتدي ان اتمرن على هيدا الحركة همشي لما بنزل هون ما تلفوا الظهر يكون الظهر جيلة بس الحوض بروح نسدد بس اتمكن من الدمبل يفضل اني استخدم الكتلبل لانه هي الحركة اسيسا الكتلبل فبطور ركب بتفشح حوض على ورا بالقط كتلبل برجح لجو طلع النفس شايفين اتنين تلاتي كتير بكون ايدايا رخوي ما بشد الايدين ستة سبعة تمانية حركة من الحوض اكتر شي تسعة عشرة وبحطها شوي شوي اكيد ما بمرجح فيها هذه الحركة كمان بتحرق سعرات هائلة وهي حركة لكامل الجسم وكل العضلات بعد هايدي رح اعطيكم كمان تمرين كارديو ويكتير بحبوه هو تمرين منسميه المونتين كلايمبر منكون وضعية البلايج اوشي رح نبتدي نجيب نتمرن اني خلي الوزن على ايدين شايفين عضلات الوطن مجدودي ما تنزلوا الضهر بهذا الشكل دايما نخلي عضلات بطن جوه الحوض على الامام بحاول اني اشتغل هيك فهذه الطريقة من غير ما حرك جسمي ابدا ما في سرعة ما في مرجح قدام ورا بعدين بحاول اني سرع في هذا الشكل واحد اتنين تلاتي اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر مجرع مطلع مع بعض لفوق هلأ رح نعمل اللي بعده اللي هو رح اخد ضم الواحد وزن واحد بكفه رح روح في لونج على ورا اوكي بعدين بس اطلع رح ارفع الوزن على فوق لونج على ورا اوكي اذا بتوجعكم ركبتكم او لونج كتير صعب عليكم فيكن تروحوا بهذه الطريقة اني تكون واحدة بس مطلع تاني مجدودي وارجع قطع لفوق في فين في كتير ناس بتعانم مشاكل بالركب فبيكون هيدا اأمن من اني انزل لونج بالرجلتين اهمشي احنو من الحوض على قدين ما تطبوا كتير على ركبي وادفعوا بهذا الشكل عشان ما توجعكم ركبتكم اذا قلن عنكم مشاكل بالركب ما عنا مشكلة بالركب يفضل اني روح بهذا الشكل انزل شوي شوي وعطيها دفعة قوية لفوق بعد تاني ما زاد شي ما عنا مشكلة بالركب بنزل باور بعطيها دفعة قوية سرعة وبرفع ايدي وبشد الكوة لفوق عنا مشكلة بالركب ما تطبوا كتير لقدام خدوا الحوض ودقوا بالارض وارفعوا بهذا الشكل لفوق بعد مرة مع بعض بعد هيدا التمرين رح نروح مع بعض لتمرين البوش مع تمرين لالضهر فبنام على بطنة هون بدي يرخل ايدين اوكي شايفين شد اجرياء شد العضلات الارضاف اسفل الضهر بعدين رح شد البطن وادفش في هذا الشكل هون كل عم مرين ضهر لما بشد لفوق وارضاف وجريم من وراء او جزء الخلفي من الجسم لما بعطيها دفش يكون عم مر العضلات صدر البطن وادفش الذراعين الخلفية هالشكل برخة برجعة بدفع برخة برجعة بدفع كل تمرين من هيدول تعملوا عشر مرات على الاقل كل ما قللتوا وقت الراحة كل ما بيكون افضل طبعا اذا كنتم هدفكم زيادة الياع البغديني وهدفكم حسارات اكتر ولكن كبداية كمبتدئين اكيد فينا نعمل هذه المجموعة فينا نريح أدما فينا نعمل 30 ثاني تمرين 30 ثاني مقابلة راحة نعمل كلهم مجموعة فينا نريح ديئتين الى اربع داي ونرجع نعيد من جول الى ثلاث جولات كل ما قللنا وقت الراحة كل ما بيكون هيدا افضل لحتى نزيد فيه لياق المدينية وحتى نحرق في سائرات اكثر هدوة بعين الاعتبار انه دايما قدي بيكون شدة التمرين بتكون حالة ترجع شدة التمرين على قدي هو قليل وقت الراحة ما بين التمرين فكل ما نحن قررلنا وقت الراحة بيصير عنا التمرين شدة ها اعلى كل ما ما كان صعوب التمرين كل ما كان عنا وقت الراحة كبير كل ما كان هيدا الشي بيخفف من شدة وصعوب التمرين فأكيد مثل ما قلنا منرجع من عيدهم مع بعض ما تنسوا أول تمرين كان معنا السكواد لفوق بهذا الشكل مع الباور تاني تمرين كان تمرين البرفيز اللي هو كلهم بيشتغلوا على فكرة الجسم كامل أو فو البادي كان عنا تالت تمرين اللي هو الديدلف مع اللونج مع بعض مثل ما قلنا لازم ننتبه على الحركة وبعدين راح يكون عنا السوينج وما تنسوا اللونج اللي دهينا بالآخر يبدي مش ناسين نحن مش عاملين سفور اليوم رح يعملوا أمين رح يعملوا أولا بلك بس عدين هيجوا على اليوتيوب بس حسة بالزم مثل ما يكلوا كتير رح يرجع يعملوا دم رأس انتي قلت ما احنا ما قلنا شيء كتبونا بالتعليقات كتبونا بالتعليقات شكرا لك فرح شكرا على هالتمرين إن شاء الله عيدك مبروك وستعادة عكيد مبارك المشاهدين ومشاهدين سنتناول موضوع مهم جدا كما فرح اللي تشتغل اليوم ونحن نشتغل اليوم برشمس يعملون نهار العيد ما عندهمش إجازة عيد فلذلك سنتناول هذا الموضوع مع الزميلة سارة اليوم موضوع موضوع كبير سارة موضوع طويل موضوع فيه نقاش تعال ليس فقط نحن أطباء صحفيون رجال أمن عمال نظافة سائقون عمال مطاعب موظفون لا يمكن الاستغناء عنهم فهم بصراحة مستثنون من العطل ومحرومون من الاستمتاع بالمناسبات والأعيات فكيف يعيش هؤلاء هذه التحديات وكيف يمكن أن يكافأوا دعم كيف يعيش هؤلاء وكيف يمكن أن يكافأوا اللي يجيب على هذا الموضوع ينضم لنا الخبير والمستشار في مجال التدريب القيادية دكتور محمد إبشارات اللي ينضم لنا مباشرة من مدينة نيبلوس دكتور محمد صباح الخير صحيح أمين لك ولكي متابعين كرام كل عام بخير وكل صحيح أمين شاء الله عيدك مبروك وكل عام بخير يعيشك يا دكتور شكرا لك طيب موضوع مهم جدا يوم هكا بحديثنا عن الناس اللي تعمل ربما يوم العيد ولا تحظى بإجازة أحنا طبعا تحدثنا عليهم كله هناك تعاطف كبير دايما مع هالناس هذومة ولكن دكتور لو لو يمكن أنوا تعرفوا أن أن البعض يعني أو أغلبهم يمكن ربما يعملوا نهارة العيد هم اختاروا مهنهم وهم يعرفوا مدركين بشكل تيم التزامهم لهالمهن هذه و يعني أغلبهم أعتقد ربما هنالي كمان هو مجبر عليها ما الفرق بين الفئتين بين فئة اللي هي مجبرة وبين فئة هي اللي طبعا قابلة بها الموضوع هذا وتشتغل يوم العيد تمام أشكرك أمين أولا من كل عام بخير لك ولكل المتابعين وأيضا كل عام بخير كل الموظفين الذين يعملوا دائما في ميدان العمل اللي الله يعطيهم ألف عارفية لا شك في فرق كبير كتير أمين ما بين المجبر على العمل في الإجازة في الأعياد والمناسبات وبين الإنسان الذي اختار هذا الوقت والفرق بينهما يرتكز على أمرين الأمر الأول أنه الذي اختار أن يكون في هذا العمل بطبيعته واختاره من واقع الإرادة الشخصية واختاره بناء على معرفته لطبيعة هذا العمل وأيضا اختاره من واقع أنه قد يكون هو الأفضل والمناسب لإله ولو شخصيته لكن المجبر هو الشخص اللي بيكون دائما في بيئة العمل الضاغطة اللي بيكون دائما أمين مجبر لأنه يحتاج أن يقدم هذا العمل وطبعا في بعض الأعمال بتكون صعبة وصعبة جدا خصوصا ما تحدث في مقدمتك هناك أعمال لا يمكن لا يمكن الامتناع عنها ولا يمكن تركها أعمال الأمن أو الشرطة أو الدفاع المدني أو سائقين السكاك الحديدية أو الأعمال الأطباء أو اللي بيعملوا في مجال الحراسات والحمايات يعني كثير من الأعمال التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن أيضا أن تتوقف حتى في وقت الإجازات ووقت الأعيال ولذلك هذا النوعين من الأعمال يحتاج دائما للشخص الذي يتقدم لهذا النوع من الوظائف أو الأعمال أن يكون مدركا وعارفا وعالما بطبيعة هذا العمل وطبيعة التحدي الذي أمامه أنه سيكون بعيدا عن عائلته وعن مناسبات كثيرة وكثيرة جدا وأن يتقبل هذا الأمر حتى يستطيع أن يندمج وأن لا يفصل في الضغطات النفسية لأنه دائما الذين يعملون في هذا النوع من الوظائف يكونوا دائما مضغطين نفسيا لأنه هو بعيد عن أسرته وعيد عن عائلته وعيد عن المناسبات وهذا يمكن ينعكس على أداء أو ينعكس على إنجازه في العمل الذي هو مرضوط فيه طيب دكتور محمد هل من الممكن تحقيق توازن في هذه الحالات بمعنى هل يمكن لهذا الموظف الذي يعمل في فترة العيد أن يقوم بتوازن ما بين استجابات العائلة ما بين تواجده في مكان العمل للضرورة أم هو شيء صعب يعني نحن بكل صراحة الأمر في غاية الصعوبة لكن هو يحتاج إلى ثلاث شروط رئيسية الشرط الأول أن لا يضبط الموظف في الاستمتاع فقط في وقت الإجازة أو في وقت الأعياد الاستمتاع أي وقت أنا ممكن أختاره مع العائلة الأمر الثاني حقيقة الشرط الثاني هو الحوار والتواصل مع العائلة والأسل وخصوصا أن الأمر ليس في غاية بسهل وأنا متحدث صعب وصعب جدا طبعا لأنه في النهاية الطبيب الذي يبتعد عن أبناء أو عائلته رجل الأمن أو سائق السكاك الحديدية أو الذين يعملون في طبيعة الوظائف الصعبة والذين تكون دائما غير قادرين على أن يكونوا دائما بين أبناءهم خصوصا في الأعياد يعني الأعمالين المطاعم كلهم تجدهم موجودين في أعمالهم ومش موجودين بين أبناءهم هو بحتاج أن يكون حواره قريب جدا من أسرتهم رقم ثلاثة هو التعويض أنا بقول دائما أن يستمر إجازات الأخرى والتعويض اللي لازم أن يمارسوا على أبناءهم يعني إحنا بحاجة اليوم أن نعوض أبناءنا وأسرتنا عن الابتعاد عنهم في وقت الإجازات والأعياد والنقلة أو قاتل إلهم ممكن من خلال هذه الطرق نستطيع أن نقدم إلهم شيء ولو قليل من التعويض ولو قليل من التواجد مع الأسرة كما قلت لأن طبيعة هذه الوظائف هذه الأعمال تضطر الموظف أن يكون مبتعدا عن أبناءه وإنتوا أكبر مثال اللي كل عام تبخير اليوم مبتعدين عن أعيلتكم موجودين معنا في هذا البث المباشر المشكورين جدا على التواجدكم أنتوا كل فريق العمل اللي من خلق الكواليس اللي كل عام تبخير أيضا اللي بتمنى أن أهليكم يتقبلوا أيضا وجودكم وأنه يكون كمان هذا العمل اللي بتقدموه كمان فيه نوع من العطاء ونوع من الإنجاز وأنكم دائما تصنعوا قصة مجد لإلكم وهذا بخير في قيمة ذاكلية للعمل اللي أنتوا بتقدموه ممكن يعوض ولو قليلا عن هذه الإجازة وعن اتعادنا عن أسرنا وعائلاتنا يعطيك ساحة شكرا لك يا دكتور على هالفري على الشكر اللي وجأتونا طبعا شكر إلى كل فريق مالي معنا والناس الكل اللي تعمل اليوم في التلفزيون العربي نشكروها من الكل ونشكروك أنت أيضا على حضورك معنا على رغم أنه عيد أيضا زيد أنت موجود معنا لتقديم هالأجوبة الكاملة حول هذا الموضوع فكرة التوازن اللي نتحدث عليها وفكرة عدم ربما أخذ هالإجازة خلال الأعياد قد يمكن يكون عند تأثير أحيانا سلبي لأنه مثلا أنا أحيانا ربما هناك البعض من العاملين يفضل اللي يكون يشتغل أيام الأعياد على العكس البقية يفضل أنه يكون موجود أيام الأعياد ربما لأنه قد تكون فيها مكافأة مش حتى بضرورة مالية لكن قد تكون مكافأة إجازة إضافية قد تكون ربما فيها مكافأة وعنما حلقات العيد مثلا بالنسبة اللي نحن في العالم أنه حلقات العيد مميزة يعني هناك من يختار بإيرادته شيء هذية وهو راضي عليه ومرتيح بشكل كبير يعني لا يحسش بتأثير ولكن هناك من يحس بالتأثير معه بشكل كبير وخاصة اذكرت مثلا عمال المطاعم مثلا نحن في تونس المطاعم ما يخدموش أغلبهم أغلبهم ولكن مطاعم في كل العالم العربي أعتقد يشتغله في الواحد يعني كيفاش يأثر نفسيا عليه هذا هو السؤال يعني أنا أشكرك أمين إن شاء الله يكون الصوت واضح أنا للأسف الشديد الصوت لدي لم يكن واضح ولكن واضح دخلع أنا واضح إن شاء الله في مشكلة بالصوت لكن يعني أقول أنه اليوم بحاجة نحن كتير لعملية التوازن بين أعمالنا وطبيعة هذه الأعمال اللي نحن نمارسها خصوصا في ظل ابتعادنا عن أبنائنا وعن عائلاتنا ووسرنا وأنا قلت دائما إحنا بحاجة أن ندرك تماما هذه النوع من الأعمال عاملين في المطاعم في المستشفيات في الأمن وسائقيل السكك الحديدية أو النوع الوظائف الأخرى الذين يعملون في شركات التوصيل وغيرها من الأنواع الأعمال كلها دائما تجعلنا مبتعدين عن أسرنا مبتعدين عن عائلاتنا في ظل الإجازات تحديدا واتجدنا أن هؤلاء النوع من الوظفين بيكونوا قريبين من وظائفهم ولا يمكن الاستغناء عنهم أميني لا يمكن الاستغناء عنهم وأن بحاجة لأمني رئيسيا حتى نصنع هذا التوازن النفسي أنا بسمي رقم واحد التقبل أن أتقبل طبيعة نوع العمل اللي أنا موجود فيه والأمر الثاني أن أرفع من قيمة العضاء اللي أنا أقدمه هذا نوع الضغط في غاية الأهمين أن أشعر تماما أن نوع العمل اللي أقدمه فيه قيمة كبيرة جدا وهذا يعود ولو قليلا نفسيا على موضوع التوازن بمعنى أنه أنا أعمل في مهمة إنسانية كالطبيب أعمل في مهمة هامة كرجل أمين أعمل في مهمة جميلة كصاحب العمل المضعم أو حتى الإعلاميين الذين يعملون في ظل أوقات الصعبة والصعبة جدا هذا كله بيعمل قيمة داخلية بيحاول ولو قليل أمين أن يعوض أن يعوض نفسيا عن نوع العمل وابتعاده عن أسرته وعائلته إذن نرفع القيمة ابتداءا أن نشعر بوجوده بكياني وأيضا البصم اللي ممكن أأثر في طبيعة العمل البقاء دكتور محمد نعرف أنه كل أماكن العمل تقريبا بتعمل بطاقتها الدنيا من حيث الطاقة البشرية بالمعنى أنه أقل عدد من من يستطيع أن يعمل يعمل والباقي بيأخذ إجازة هنا كيف يؤثر هذا الشيء على العلاقة ما بين الاثنين الذين عملوا يوم العيد واللي موجودين في بيتهم عيدين معه لو مرتاحين هل يمكن أن يكون هناك نوع من المشاعر السيئة الغيرة الحسد هذه الأشياء هل ممكن وكيف نتجنبها يعني تؤثر طبعا تؤثر لكن لنتجنب أنا ممكن اليوم أستخدم التواصل الافتراضي دعيني أقول اليوم نحاول ندور على التعويضات أنا بسميها ولعل نوع من أن نواعد التواصل اليوم التواصل الافتراض أنا أعطي مثال على فلسطين اليوم نحن في فلسطين اليوم في وقع الحرب الإبادة اللي موجود به تقطيع أواصل الضفة الغربية بيجعلنا نمتنع أو لا نصدل إلى أقرباءنا وهذا نوع من الابتنع فاليوم نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصراحة بطريقة وبخرى أن نكون أكثر قربة من أوائلنا أكثر قربة من أهلنا وهذا بيجعلنا نوع من القرع أنا بأعتقد أنه اليوم حتى في وظائفنا أن نتخدم هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي والتواصل الافتراضي حتى نكون قريبين ولو قليلا بين أبنائنا بين عوائلنا في طبيعة الوظائف وأعتقد هذه بتجعل شوية تكسر نوع من الروتين وما منشعر في الغربة الكبيرة أو البعيدة من طبيعة الذي يعملون في هذه الوظائف أنه في النهاية هو يعمل في الإجازة وعملوا في الإجازة أمر مش سهل بصراحة ويقدم كما قلت قيمة كبيرة جدا لكن قد يكون تقنية التواصل الافتراضي التواصل التلفوني الهاتفي بطاقات المعايدة أنه يعمل بعض الآباء اللي بيعمل في هذه الوظائف يودوا هدايا لأبنائهم أو بناتهم أو عوائلهم في هذه الأيام من إجازات بالاتفاق مع بعض الشركات التوصيل أنه يقدمهم هدايا أنه أنا موجود ولكنت غائب جسدا لكن روحا ووجدانا وتعاطفا أنا موجود معاكم كل هذه الأدوات البسيطة اللي ممكن نستخدمها تجعل نوع من الإطفاء المحبة والشعور بالانتماء وأيضا الشعور الفخر اللي ممكن يكون عند الأسرة نفسها تجاه الأب أو الأم اللي بيعملوا في هذه النوع من الوظائف أنه كمان بيفكروا فينا وبيشعروا فينا وبيجعل نوع من التبادل الإيجابي فيما بين صحيح طيب هيت خلنأخذ بعض التعليقات دكتور اللي هي طبعا بعد السؤال اللي كنا ترحينه على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات عديدة تصلنا طبعا من عدد من المشاهدين تعليقات أغلبها فيها عدة أشياء صحيح وليد العراق يقول والله منتسب وشعور محبط لدرجة غير متوقعة بيبو يقول الحماية المدنية الشرطة الدرك الوطني الصحة أعطانا أمثلة أحمد يقول نحن عم نحمل لباتهن يعيده بأحلى فترات حياتنا من المراهقة للشباب والحمد الله على على ولا شي طيب مصطفى يقول لا حمد الله على كل شي أحمد مصطفى يقول أسواق ولا يوم عطلة بالسنة نها تقول ممرضة كل عيد في المستشفى والحمد لله الحمد لله في عنا بعد مزيد أربيع مهنتنا حارمتنا من كل شي سيء قطار حاليا بالدوام وشعور إحباط شديد والخنجة يمكن هو يقول مثل وصف صح أوكي وبمهنتي ما في إجازة أعمل بمجال الحفلات مثلا فما مجالات بعدد من المجالات اللي هي تقريبا أنا وإنت بس المبسوطين أننا عم نشتغل يوم العيد أعتقد لأنه صراحة مثلا إحنا نستفيد من هذه الفرصة لأنه بنعيد أهلنا على الهوى كمختربين يعني فبيكون فرصة أن نكون متواجدين معهم ولو عبر التلفاز طيب ونشيركوا ذكرية العيد وأجواء وكل يعني حلوة في دقيقة دكتور محمد الشركة خلينا نتكلم في الموضوع المهم الشركة مفروضة كافئ اللي بيشتغلوا يوم العيد فكيف يمكن لها أن تحفزهم وتعودهم ربما عن عدم وجودهم مع أهلهم في هذه الأيام هو السؤال في غاية الأهمية بصراحة واسمحي لأقول مرة تانية كل عام تبخير مرة تانية جد لمن يعمل أيضا خلف الشاشات وخلف الكاميرات كل عام تبخير الشركات مطلوب منهم أربع أشياء رئيسية مطلوب منهم رقم واحد أن يكافئ الموظف وهذا القانون ضمينه فيه كل عالمنا العالمي القانون لأيام العادية رقم ثلاث ثنين أن يقدم له الحوافز المادية بصراحة لازم نقدم الحوافز المادية للموظفين ما سمعنا دكتور ممكن تعيد النقطة الأخيرة أن يقدم الحوافز المادية للموظفين لأنه لا يمكن أن تمر الأمور لأيام الإجازة وخصوصا لأيام العيد أن تكون مرورها لمرور عادي أعتقد أنه بحاجة من أرباب العمل أن يكون لديهم المفاجآت أنه يفاجئ موظفينهم الذين يعملون في هذه الإجازات خاصة بالعياد من خلال تقديم أهم المكافآت العالية والدعين أقول الهدايا الفاخرة والقدي والكبيرة وهذا جزء من الانتماء والولاء مش غلب كمان أرباب العمل يداموا في بعض الأيام مع الموظفين ليشعروا أنهم ضمن الفريق وضمن العائلة الواحدة وضمن السند والاستناد فيما بينهم لأنه هذا بشعرهم بأسرة وبيشعرهم بحالة الانتماء إذا إحنا نحقق هذا العاقة أن تكون علاقة إيجابية وعلاقة متفاعلة أعتقد من أرباب العمل اللي يحتاج أن يكونوا أكثر قربا من هذا النوع من العاملين اللي قد متجد أوقاتهم في ظل الإجازات الناس تكون في إجازات هم يكونوا على رأس عملهم فالمكافأة المادية والتقارب الإيجابي والتفاعل وأيضا إعطاءهم جزيل من الشكر والاهتمام أعتقد هذه الأشياء اللي بتساعد وتخلي دائما الموظف يكون عندهم طاقة إيجابية وتفاعل قريب من بيئة عمله ويتحول عمله لانتماء ومحبه وشعور السعادة لأنه هذا نوع من الشراك المطلوب مننا اليوم أن يكون كلياتنا مع بعض في هذا العمل والإنجاز كل التحية طيب بصراحة كل الحب لكل موظف يعمل في ظل الإجازات إحنا بإجازاتنا وهم في على رأس أعمالهم وظفين وإعلاميين كل العامهم بخير كل عامهم بسعادة كل عامهم إن شاء الله بألف محبة وحب إن شاء الله يكون قريبي من عوائلهم كل وقت وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة ويعني أنا هنقل سعادة المتواجدين فقط بما قلته ونصعدها ومنتظرين العيديات ما في أي مشكلة يعطيك ألف عافية خبير والمستشار في بجال التدريب القيادي دكتور محمد بشارات شكرا جزيلا لك وينعاد عليك شكرا لك يا دكتور شكرا لكم سلامتو بخير على كل استمتع وميلة بالعيد بالنسبة للإقاعد وبالنسبة للإعمل أيضا استمتع بالعيد كيف كيف ما وش مشكل في الحالات الكل يلا فاصل ونكون مع أخبارنا المنوعة بعد قليل انتظرونا أعدنا إليكم من جديد مشاهدينا صباح النور وكل عام أنتم حين بخير صباح النور وكل عام وأنت بألف خير وصحة وسلام عنا لا نصبح ونعيد كل شوية عيد اليوم وصلنا لي أخبارنا المنوعة لليوم صحيح يا سار نحكيه على العادات وبمناسبة العيد نعرف أنه كل شعب وكل بلاد عنده عادات مختلفة يعني نعرف أنه هاك العادات محليهم ممكن نتنام لهم خاصة نحن أهوني مثلا أنه مجموعة من عدد البلدين العربية لكل تقريبا موجودين فكل حد عندهم عاداتهم وتقاليدهم تحس رحك تتعرف على كل شعب مختلف مع أنه نشبه بعض نصحيح نفس العيد بالنسبة لي نحن ولكن دايماً هناك اختلاف في موضوع معناه عاداتنا وتقاليدنا والأشياء اللي نقوموا بها بكا نحن حبينا قررنا اليوم نحكيه شوية على طقوس العيد ونحكيه لكم على عادات الشعوب نبدأ ببلادي تونس اللي عنا أول حاجة ساعة بارش عادات مختلفة في تونس أولاً الساعة هيت نحكيه على أهم عادة في تونس المخطوبة جديدة ولا المتزوجة جديدة المخطوبة أو المتزوجة جديدة عندها امتحان يوم العيد هو من أصعب الامتحانات امتحان عندها حماتها والامتحان هيدا عبارة على ما يسمى بغسل الدوارة في تونس أو الكرشة تعرفها صارتها المهم هذا أصعب امتحان تقوم به الزوجة كما قلنا الجديدة أو الخطيبة قدام أحماتها ويجب أن تنجح في هذا الامتحان وكما نشحدش تزعل منها زعل كبير وتتغشش عليها وربما ما تتمش الزوج في حاله أنه كانت مخطوبة وقبل العيد أيضاً هناك عادة أخرى في تونس عادة حلوة جداً لا أعتقد أنه مزلت موجودة بشكل كبير ولكن كانت موجودة قبل وهي تزيين الخروف بالشرائط الملونة وقت اللي يكونوا الولاد الكل يجريوا في الشوارع وفي الأزقة التونسية وكلهم مع الخرفين متاحهم وعلى لشهر كما نقولون نحن في تونس مزاينين بالقراب على فكرة ليس فقط الدول العربية ولكن حتى الدول الإسلامية بشكل عام لأن العادة القادمة وجدت فيه تشابه فيها ما بين ليبيا وما بين فاكستان لأنه إحنا بنعمل ذات الشيء مشاهدينا تكهيل عين الخروف بالكحل العربي وصبغ رأسه بالحناء قبل ذبحه هي عادة من أغرب التقوس التي يقوم بها الليبيون للاحتفال بعيد الأطحى وكما أخبرتكم نحن أيضا نقوم بها في فاكستان أما في المغرب بإقامة كرنفال بوجلود واللي عرفنا أنه يقام حصريا في مدينة أجادير والذي يرتدي فيه الأطفال والشباب صوف الخرفان وينطلقون في الشوارع وهم يرقصون ويعزفون الموسيقى في موريتانيا يحددون للأطحية حماما إسبوعيا بالصابون كما يقبل البعض على تعطيره قبل الذبح أما في فلسطين فاعتاد الفلسطينيون في عيد الأطحى الذهاب لزيارة موتاهم وتقديم الأكل على رحمتهم إذ يتركون أطباق اللحم والطعام هناك ليجدها من يحتاج إليها في اليمن يقوم عادة اليمنيون قبل قدوم العيد بترميم المنازل وطلاء القديم منها حتى تبرز بشكل جميل ومظهر لائق وكأنها ارتدت لتوها حلة من حلل العيد بعد الصلاة يقوم اليمنيون بزيارة أقاربهم ثم يخرجون للصيد باستخدام الأسلحة النارية لتعليم الأولاد النشان أما في الأردن ولبنان وسوريا فيتميزوهم بحلويات العيد وفي دول الخليج العيدية موجودة ومشاهدين مثل عيد الفطر عيد الفطر على عكس بعض الدول التي لا تعطي ربما عيدية نحن معناش نحن همشي عندنا العيدية نحن في تونس معناش العيدية هدية عيد الفطر طيب نرجع إلى عادة أخرى مع العادات المميزة جدا وفي بلاد مش عربية بالأساس ما هيش دولة من دول الإسلامية لأنه فيها فقط عدد من المسلمين هي ربما من أغرب عادات عيد الإضحى ونحكيه على عادة عند المسلمين في الصين العادة هذه هي لعبة خطف الأضحية وليقوم بها الصينيون المسلمون بعد صلاة العيد من خلال ركوب الخيول ومحاولة خطف الخرفان من على ظهر الحصان والأسرع هو ليربح وبعد الانتهاء من هاللعبة هذه لعبة خطف الأضحية تجتمع طبعا العائلة كل أثناء طرح الخروف ويبدأون في قراءة الأدعية والأيات القرآنية وتوزع اللحوم على المحتاجين وتبدأ النساء في عمل الغداء ونحن خطفنا الخروف وأعطيناه لشاف طارق وأصبح جاهزا لطبخه والآن إلى الفقر اللي الجميع منتظره مشاهدين وقفتنا الأولى مع شاف طارق ومطبخنا إليه منتظركم يلا بينا طبعا نور مشاهدين كرام في حلقة جديدة وفي أول يوم العيد القطح مبارك وكل عاموا أنتم بخير وعيد قطح مبارك طبعا العيد عيد الكبير هو عيد اللحم هنسميه كده في مصر فالنهاردة عملكوا أكل مصري كده وصفة حلوين عندي الفتة اللي هي بتكون بالخبز المصري اللي عن حمصه وندخله الفرن وعندي كتف الضاني طبعا بنحطه عليها مع شوية ثلصة وعندي الرؤاء باللحمة المفروم فنبدأ أول حاجة عندنا هنا الفتة المصرية اللي هي عبارة عن طبعا بيكون فيها الصلصة هو فيها مراحل فيها الصلصة وفيها خلطة الخل وعندي الرز اللي أبيض بتاع اللي هو بيكون الأساس فنبدأ بالرز أول حاجة عندي هنا حاجتين زيت عندي زيت نباتي وعندي معلقتين سامنة بار أو زبنة روين كده بس نسيبه من سيخ على النار بعد كده نبدأ نحمر فيهم الرز طبعا الشربة اللي احنا مستخدمها للرز حتى الرؤاء والفتة اللي هي احنا سلقنا فيها اللحمة حطناها مياه مغلية مع بسلطين حلوين وبعد كده البهارات الصحيحة اللي هي ورق لورة وإرفة ورنفن وحبهان وحبة الينسون ونسيبها بقى تستيقب راحتها ساعة ساعة نص طبعا لو ادي باحها فريش ولسه بقى في العيد ولسه تبحين فعلى طول يعني من يكون 40-50 دقيقة يكون اللحمة عنا جاهزة طبعا احنا في العادي في الفتة بنعمل في مصر في العجالي اللحمة العجل النهاردة حابتنا غير شوية نجيب لحمة داني نجيبت الكتف مع الجنب بتاعه والضلع اهو سلقته طبعا ده ندخله الفورن واتحمر بشكل مشايف وده اتبلته بسيطة هنشرحها دلوقتي ولكن هنحط الروز دلوقتي معانا هنا رز مصري لحبة التخينة مخسول كويس ومتنشف المية هندي تقليبة حلوة وعليهم معلقة ملح اقريبا لكل كيلو رز مصري بناخد معلقة ملح كبيرة والملح بقى على حسب الرغبة طبعا منجربه هرات كتير يعني اهو نديله تقليبة حلوة ونيجي الطبق التاني اللي هو الصلصم طيب فقط بس المية عندي هنا في حلة تسخن هنجيب شوية من الزيت عشان نحمر فيه التون بتاعنا وننزل عندنا هنا بشوية التون باقي ايه عشان رايحة اهو سيبه وميتخمره مع بعض لغاية ما نضرب الطماطم بتاعتنا عندي هنا طماطم فريش حطيتها نحط عليها بس ربع كباية مية ادي صاص الطماطم نزدتها حطي بس عليها شوية مية خفيفة عشان نسهل علينا عملية الضربة وكده الطماطم جاهز او جاهزة معانا او عصير الطماطم طيب التون هنا بدأ يتشوح معانا واول ما نشم الريحة بتاعته كده بديه تشوحة خفيفة في الزيت بتاعه طبعا هم لسه منشوه يقعدين ميكانيوه على العادات وحلوات العيد وكده احنا بالمناسبة عندنا في مصر منسمي الحلوات العيد مش الحلوات اللي هي المسكرة الحلوات العيد اللي هي في المتباح اللي هي الكفدة والكلاوي والقلب والفشة والمنبار دي برضو بنسميها عندنا حلوات العجل او حلوات الدبيحة اختلاف بقى مسميات وعادات وتقاليد ولكن العيد اللي اضحى من الزكريات الحلوة يعني علينا وحنا صغيرين طيب نسيب التون يتخمر نيجي للرز اهو هنا السامن بدأ يغني معنا بدأ يسخن كويس مهم اوه عشان الرز ما عجنش مننا اللي احنا نحمره حلو طيب نسيبه وتحمل بقى برحته ونيجي هنا عندي علاقة صلط الطماطن مع علاقة حلوة جديرة كده ننزل بيها علاقة الطم الحركة دي بتخليها تنكي شوية الصلطة وتدي طعم حلو بالخليط بتاعني عندي حطة الصلطة توم الزيت عندي شوية شط اختياري فلفل قطعة توم شرايح حابين انتو تطعم فيش مشكلة بس يدينا ايه نكت الحرقان كده نحط كل المقونات مع بعض ونجيب عندنا هنا الطماطم اللي بربتها ننزل بيها علا الخليط اللي نحن عاملها زي ما انتو شايفين دربتها دربة تبقى خشنة شوية ندي تقليبة وننزل بالبهرات بتاعتي ثلاث حاجات ملح وفلفل اسود والسكر السكر بنحطه للطماطم عشان نكسر الحموضة بتاعة الطماطم فعندي هنا رشة ملح مع رشة فلفل اسود وعندي معلقة سكر صغيرة زي ما اتفقنا السكر بيكسر الحموضة بتاعة الطماطم نقلب كل الكلام ده مع بعض ونوطي بقى النارة على حرارة متوسطة ونسيبهم يستيبوا معنا بغاية الفقرة التانية اللي هو تقريبا 45 ديئة فهنقفل عليهم ونسيبهم يستيبوا حوالي 45 ديئة على النار الوسط خدوا بالكم ما تحرقش منكم طيب نيجي هنا للرز عندي شربة بتغلي نعمل ايه بقى هنتش الرز بتاعني نهو ادي الشربة اللي احنا عملناها مع بعض نبدأ منزل عن رز كايفين بيغلل ازاي على اخره معيار الرز المصري بيكون تقريبا سنطي ونص لاثنين سنطي فوق الرز طيب هنسيبوا يغلي كده معنا كويس الرز اول ما ينما يتنشف منه هنروح معطيني النار عليه ونقفل الغطى ونسيبوا حوالي 22-25 ديئة على نار هدية خالص كأنكم بتعملوا قهوة كده طبعا اللحمة بتاعة الفتح هنتابلها بحاجة بسيطة جدا على قد ما يكون الدبيحة بتاعتنا حلوة كل ان احنا مش محتاجين بغارات كتير فعندي هنا الزبدة ندني هنا كده خفيفة على اللحمة بتاعتنا وعليها الثوم الثوم عندها الثوم مفروم برضه نعم اهو الثوم بعد كده بقيدينا بقى نلح كويس كلام ده كله اهو الثوم مع الزبدة بدينا احلى طعم اللحم والتدبلات عموة حلو باعتنا الزبدة نيجي بقى برشة ملح على اللحمة والله زي ما شايف خالد نصاري مبارح قالوكو ايه اللحوم ملح وفلفل وهو صادق بصراحة اللحمة عشان ما نضيعش طعمها لازم شوية ملح وفلفل سود حتى الفلفل سود ما بقاش كتير يعني ده كتف الخروف المشوي اللي هندخله الفرن دلوقتي طيب حطينا الملح حطينا الفلفل اللي بقى نوديهم على الفرن انا مشغل الفرن على اعلى حرارة اللي ايه انا عندي امتين وثلاثين عندكم امتين تقدروا بردوا تشغلوها ياخد معنا خوالي ربع ساعة لغاية ما يتحمر والدهن ايه يبدأ يسيح ويدينا نون حالو طيب هنا الرز بتاعنا عايزين بس نعمل خلطة الخل قبل ما نطلع فاصل عندي هنا اهيه طيب بنعمل ايه بقى بنجيب التوم مش محتاجين اللي احنا نحمرو دي خلطة تتخلى اللي بتحط على الخبز المحمص مع شوية شربة اهيه شوية شربة حربين كبشتين تقريبا طيب دقيقة واحدة بس هنحمر الخبز بتاعنا اللي هو عبارة عن رشة ملح وانا رشة عليه السمنة وندخلوا الفرن برضو عشر دقايق يتحمص معنا نشوفكم ان شاء الله بعد الفاصل ونطلع على همين وصراحة شكرا لك يا شيف شكرا على هالا التحضيرات والعطبيق انتظرينكم ان شاء الله رشة سمنة ورشة ملح ربي معانا وكهو لا هو العيد خلاص هو العيد اذا ندب الى فاصل الى فاصل ياسر وبعد العيد سنعود العيد بعيدا عن غزة ابقوا معنا ردنا اليكم من جديد مشاهدين ونجدد معايدتنا لكم في اول ايام عيد الاضحة المبارك ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وانتم الف خير مع الاسف طبعا مشاهدينا هذا العيد اكيد كما العيد اللي فات ورافقه غصة كبيرة جراء ما يجري في غزة ورفح وجنوب لبنان والسودان واغلب بلدنا العربية للأسف عائلات فرقتها الحروب واعيات تبقى ناقصة وموجعة بغياب الاحبة هذه حال العديد من اهلين الغزيين تحديدة وهذه هي حال المؤثرة الفلسطينية اسماء الشيخ يوسف والتي يسرنا استضافتها معنا اليوم اسماء اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير وشرفت هنا وورتي للسوديو يسعد صباحكم كل عام وانتو بخير وكل عام والامة الاسلامية جميعها بخير اخص بذكر اهل غزة وقطاع غزة ان شاء الله يا رب العيد الجاي كلهم بيكونوا ببيوتهم وبنعاد علينا بحال افضل من هك يا رب ان شاء الله هذا اللي نتمنى نحنا حتى ولينا نشوفوا كل عيد على وسائل التواصل الاجتماعي ان شاء الله كل عام انتم بخير عيدكم مبروك كله مربوط بفلسطين بطبيعة الحال وهذا في حال ذاته مهم جدا اخذت القرار بترك غزة والقدوم الى قطر انت اليوم معنا هنا عيدك الماضي كان عيد الفطر كان في غزة وعيد الاطحى اليوم في رمضان كيف حدثت هذه الرحلة وكيف اخذت هذا القرار ايضا قرار خروج من غزة كان يعني كثير صعب فكرت ان انا خصوصا طالع مع جزء من عيلتي جزء اخر في غزة كان كثير صعب انك تسيب اهلك والبلد الي انت تربيت فيها وعشت فيها مجبور يعني انا ما اخترت اني اطلع انا مجبورة اطلع اكيد مش هرب من الموت لانه الشخص يعني الموت بكل مكان بس هرب من الحياة الي كنا عايشينها الحياة اليومية الي كنا عايشينها واللي انا بسميها بالموت البطيء فالحمد لله يعني قدرت اطلع مع اني شوي ندمانة بس انه اوكي الحمد لله اني قدرت اطلع موجودة ببلد امن وامان حمد لله على كل حال طيب اسما انت ناشط على وسيل التواصل الاجتماعي عندك حساب يتبعوا فيه برشة عدد كبير من الاشخاص ويتميز المحتوى اللي تقدموا على المنصات الكل انه فيه ايجابية فيها فيه نوع من الاجابية مقارنة ربما بما تعيشوا اسما بالواقع متاعك بخاصة ما عشتوا في الفترة الاخيرة وما مازلت انه تعيش بما انه جزء من عائلتك مازالي لحد هذي من اللحظة موجود حتى لو مجزء من عائلتك في كل فلسطين المحتلة واحدة في قطاع غزة بالتحديد فكيف تقدمين هالنوع من المحتوى اللي فيه الاجابية كيف تعملين عليه هلا بداية انا لما بدي احكي انه ليش بديت اصور المحتوى هذا اصلا لانه اغلب وسائل الاعلام ما بتسلط الضوء على الحياة اللي عايشينها اهل غزة يومية الحياة يومية البسيطة اه اغلبها بيحكوا عن عدد الشهداء المجازر اكيد هذا اشي كتير مهم بس برضو مهم انه نحكي احنا كيف عايشين بدون مقاومات الحياة الاساسية بدون كهرباء وميا بدون بيت احنا كيف كنا بنقضي يومنا كيف ناكل كيف بنشرب فانا هنا قررت انه فعلا لأ بدي اوصل للعالم احنا كيف عايشين اهم بخصوص الايجابية هلا هو هذا اسلوبي يعني انا حتى لما احكي عن اشي بيدايقني انا بكون بحكي وبتسامتي موجودة فحبيت أني أستغلي الإشي هذا عشان أقدر أوصلوا للناس بشكل أقرب لقلبهم يعني يحبوه أكتر من أنه أطلع أحكيرهم إحنا شوفوا كيف عايشين وإحنا كتير ناس عملت هيكل وطلعت وحكت ورجت الواقع بس أنا حبيت أنه طريقة شوي خفيفة على القلب أو الواقع من زاوية أخرى ربما سحيح ليه بتكون قريبة من الناس أكتر أسمى إذا قلت كثير من القصص من غزة وكان فيها قصص كثيرة ملهمة جدا وقلت أن هي ألهمتك حتى أنت منها قصة حمود اللي عمر 12 سنة خبرين القصة وخبرينها كيف ألهمتك حمود شخص قبلته ثالث يوم العيد كنا بنوزع معمول على الأطفال عيد الفطر هذا طفل فأد والده في شمال غزة لما كانوا في شمال غزة قدام عينه كان والده رايح ينقذ جاره المصاب فنزل عليهم ساروخ تاني استشهد معهم قدام عينه فانجبر هو وعيلته يطلعوا من بيتهم على الجنوب على أساس أنه آمن ولكن للأسف حال الجنوب أسوأ وكمان نفس الشمال حاليا هم عايشين بمخيم بدير البلح فقبلته صار يحكي لقسته هو عمل بسطة ببيع خب السوج عشان يقدر يصرف على عيلته فهنا حسيت أنه عن جد كيف أطفال العالم كلها بتعيش وكيف إحنا أطفالنا بتعيش فحبيت أنه لأ بدي أعمل عنه فيديو مخصوص بدل ما هو قاعد بيدرس وبحقق حلمه وبطلع وبينزل مع أصحابه وبعيش حياته بين عيلته ومع أبوه هو هلأ فاتح بسطة ساج عشان يقدر يصرف على عيلته اللي هو عمره 12 سنة هو أكبر إخواته عشان هيك هذا حال عدد من أطفال غزة مع الأسف اللي بالحق يعانيه كما قلت أعتقد ذكرت أهم جملة أنه أطفال العالم الكل تعيش وتامل حياة أطفال غزة في مكان آخر مختلف طيب عندك حاجة على سلسلة فيديوهيتك اسمها أسمى اختراعات هكا أسمى اختراعات حلوة الفكرة أحكي لنا على أسمى اختراعات ها سلسلة من هالفكور أسمى اختراعات هي أجت من غزة الفترة الأخيرة كتير فأدت أشياء أو أحكي لك فأدت كل إشي تقريبا ما هذا هو يعني ما كانوش قدريني يلاقوا أي حاجة مقاومات الحياة الأساسية مش موجودة فأنا هنا حبيت أنه لا أنا بدي أحاول بأبسط المقاومات وبأبسط الطرق أنه نلاقي حلول إحنا مش هنكون فأدنا الإشي ونضل حطين إيدنا عخدنا ونحكي يا الله طب متى بدنا نلاقي بديل لا طب إحنا ليش ما نحاول نلاقي بديل فأنا هنا بديتها بتوليق كيف بقلي بيضة على قطن وكحول ولعناها وقليت عليهم بيض مثل أكثر فيديو انتشر لإلي اللي هو الملائط أجد فترة انقطعت ملائط يعني الملائط بتاتا انقطعت من البلد أو لما رجعت حتى كانت سعرها غالي بالنسبة للناس طب أنا بجيب أكل وشرب لعائلتي أحسن ما أجيب ملائط غسيل فأنا حكيت لا أنا بدي ألاقي لهم اختراع روحت جبت بربيج البربيجي الأسود لبلاستيك أطعنا وجبناه كمان أطعناه بالعرض وحطيته على هذا البرد حطيته على الملابس وفعلا كانت ثابتة أكثر من الملائط نفسها يعني فعلا كان فيه اختراعات اختراعات جدت وليدة الحوجة اللي في وقتها صدقني أسهل من الملقة وأحلى وأرخص وموجودة بالزباع وموجودة بتوفرة لا تكسح طيب خليني أسألك يعني رح رجعك لموضوع شوي مش أسعد شيء ولكن اليوم أنت هنا بالتأكيد تفقد أشياء كثير فيه أمن فيه أمان فيه راحة فيه حياة نوعا ما بتناموا وبتصحي وفيه نوع من الإحساس بشيء فاهمتيني ما هي أكثر الأشياء اليوم اللي بتفتقديها فعلا في غزة هلا أنا بحكي لهم قديش متوفر لنا أمن وأمان وراحة وهدوء كل مقاومات الحياة اللي بتدعو للإنبساط بس إحنا لما طلعنا من غزة مش مبسوطين أنا قديش كنت بدي لا أطلع من غزة بدي أرتاح شوية بس اكتشفت إنه رجعوني أنا مش مبسوطة هنا مع إنه كل إشي حلو موجود وكل إشي يدعو للإنبساط متوفر بس فكرة إنه أنت موجود هنا وأرايبك وأهلك وناس كتير بتحبها لسه موجودة بغزة أنت مش قادر تنبسط أنت مش قادر تعيش الحياة الطبيعية أنا بصح وبنام على الأخبار يعني يمكن أنا هلأ بتبع الأخبار أكتر ما كنت بغزة وفكرة إنه أنا عشت سبع شهور بالحرب يعني أنا عشت كل إشي بالحرب عشت الجوع والخوف عشت شفت الإبادة شفت أشلاء قدام عيني يعني هلأ أي حاجة بسمعها بالأخبار بكون فعلا حاسة فيها لأنه أنا عشتها بتكون شفت مثلها قبل آه أنا عشت الإشي هذا عشت الشعور اللي أهلي قاعدين بحسوا فيه فأبدا مش إشي يعني حلو اللي أنا بعيشه هلأ ما على الأسف نعرف طبعا نتفهم وإحساسك نتفهم بشكل كبير لأنه الكلنا تقريبا حتى ولو يمكن معاشناش الشي هذك ولكن فعليا أنه الكلنا مؤثر فينا بشكل كبير في فترة من الفترات ومازال يؤثر فينا كل يوم ومازال الدعواتنا بأنه على أقل إن شاء الله أنه اللي صار ما يصيرش مثل هو إن شاء الله ما ياتش يرجع يصير أبدا وإن شاء الله ينتهي هذا اللي نحن نستنعه فيه طيب نحب نحكي أنه ديما في خضم كل ما حصل وبصراحة الثمانية شهور اللي يتعديوا من هالدمار واللي مازال متواصل لحد هذه اللحظة وهالعدوين الصعب جدا على غزة وحرمينهم من أبسط مقاومات العيش وكل فلسطين ثم فكرة أنه ديما نحب أنه نتحبت عليه وهي فكرة الأمل يعني بصراحة ما نكذبش عليك أسماء أنت وغيرك من خلال فيديوهاتكم ديما تعطيونا جرعة أمل نحنا أحيانا تكون أنه فقدناها بالرغم أنه نحن بعاد نحن مش بلادنا فقط مضامنين ولكن في الحالات كل أنه نحن نفقد الأمل بتاتا أنتو ما تعطيونا جرعات أمل يعني صراحة السؤال يتسئل كيفاش عندكم هالقوة لها جرعة ديما السؤال هيدا نحب نسأل وإلى كل إنسان عاش هالحرب في غزة أنا دائما بحكي ربنا قبل ما يبلي بعين ربنا بحط الصبر قبل ما ينزل البلاء صراحة يعني هو يقيننا بالله بعوض ربنا هو اللي معطينا الأمل هذا وعارفين أكيد يعني كل بداية في نهاية وكل إشي بصير معنا من ربنا قدر من ربنا فإن شاء الله إن شاء الله ربنا بعوضنا يعني إن شاء الله لجاي خير إن شاء الله لجاي خير إن شاء الله أسمى خلينا نحكي عن فترة وجودك في غزة يعني حضرتك ناشطة في مجال المساعدات كان فيه دعم بيقدم أحيانا من دول أحيانا من مؤسسات خيرية أحيانا من جهات وكان يصل إليكم لتوزيعها أو لن نقول المعونة الكاملة لا يوجد حجم المساعدات يستطيع ولكن ما يمكن أن يحدث أخبرين عن هذه الفترة كيف كنتم تتعاملون مع الاحتياج احتياج كبير جدا مخزون قليل جدا تجربتك وقتها ما هي أكثر الأشياء التي أثرت فيك في هذا الوقت هلأ أنا طول فترة الحرب كنت بحاول أنه عن جد أوفر احتياجات هلأ فيه مخيم جنبينا هذا مخيم شوي بعيد وشوي صغير مؤسسات مش مدورة عليه يعني مش شايفاء وما بتقدم له إشيه فكانوا بالنسبة لي عائلتي الثانية أنا كل إشي كان يتوفر معي كان لازم أوفر لهم إياه كنتين أوفر لهم الأكل والشرب أكثر ما أوفروا لأهلي هو حرفيا ما فيش أي مقومات لا أكل ولا شرب كنا نعمل تكيات في المخيم تكيات الأكل في فيديوهات آتكيات الأكل كنا نوزع في العيد اللي فات عملنا معهم معمول العيد هو حسيت يعني كأنه أنا قاعدة مع عائلتي الثانية كلنا في المخيم قاعدين بنعمل معمول كلنا إيدنا عقيد بعض هذا بحط الصنية بالنار هاي بترق هاي بتعمل هاي يعني أنا كنت بحاول هذا فيديو المعمول من أحلى الفيديوهات صراحة وكتير اشتقت هدول أهل المخيم وكيف تلع المعمول طيب كان كتير لذيذ طبعا يعني أحكي لك كان الفيديو بقدم رسائل بس بطريقة أخرى هاي الحجة بتحكي أنا زوجي استشهد قبل شهر قدام عيني هاي الصبية بتحكي إحنا نزحنا من مكان كذا لمكان كذا كل هاي الرسائل كنا بنوصلها للعالم بس عن طريق الفيديو بنعمل المعمول وبنحكي مع بعض فحاولت إنه أوصل للعالم بأي طريقة إحنا إيش بنعيش حرفيا هذا اللي تعيشوا فيه تشراحها يعني شو محليها الأجواء بالزبط معمول العيد طيب أسما اليوم وانتي موجودة بطبيعة الحال خارج غزة وبعيد عن غزة شفنا أيضا نوعا من الفيديوهات اللي حاولتوا أنه يعني حاسينك من خلالهم أنه قربت أكثر للناس اللي يمكن من برة يمكن حتى أجانب ما عندهم مش علاقة مش عاربة مش كيفنا شفنا فيهم هكا معنا بعض الفيديوهات اللي حبيت يمكن تخوفهم رأيهم عن فلسطين عن غزة عن كذا حكيلي على هالتجربة خاصة أنه نعرف أنه قطر مليئة بالجنسية تقريبا كل جنسية العالم موجودة فيها وقت اللي تكون في الشارع والتعرف على ناس وكذا التعامل كيفيش ربما في من خلال حتى تصوير بعض الفيديوهات هلأ أول فيديو صورته من هاي النوعية رسائل من العالم لقطاع غزة الشعب في غزة ما عندهم انترنت بشكل كافي أو تلفزيون عشان يشوف تضامن الشعوب الأخرى صحيح فقبل ما أسافر كانوا حاسين بإحباط كبير حاسين أنه عن جدهم ما لحالهم تخيل تسع شهور وأنت شايف أنه لحالك أنت اللي قاعد بتموت بتجوع بتتعب بتنقهر يعني الناس هناك في غزة مش حاسين أنه عن جد فيه تضامن كبير أنت عياتيون نعم عياتيون أهلك قلت أنه فيه جزء من أهلك في غزة عياتيون كلهم للأسف لسه مش فتحين انترنت مش فتحين انترنت طب احنا حابين أنه فيه معايدة مفروض توصلك فحابين أنه تخدي هالمعايدة شو رأيك أولك مين هالمعايدة أولك مين هالمعايدة نشوف مين هالمعايدة أنت معانا مباشرة نحمد طبعا عيدك مبروك وأسمت أسمع فيك أحمد خطيب أسمى يا أهلا وسهلا فيك وينعاد عليكم مش مفروض إحنا نعايد خلينا نسكت الشوي وتفضلوا أحمد تسمع فينا ولا إيه آآ آآ تمام تمام معكم يلا أسمى تسمع فيك مباشرة خوي عيدك مبروك وعيدة أحمد يسمع فيك أحمد حشمتها على أخويا استحات منك هي بتحكي لبارح ليش ما عايت عليها وكذا أنا مش تحاضي يعني نحنا عايت حاصلها أنا أول مريطة الإعداد إنه ما أعايد عليها إلا على الحب والدائن اليوم نحن متأمرون كنا في هالموضوع ولكن حبينا أن نشوف هالبسمة وهالسعادة عندك أسماء وشو بديك تعايد أحمد يعني بدي قوم قد فشك شو بديك تعايد أحمد قديش العيدي اللي فات كان صعب فكرة إنه إحنا عايشين بحرب بوضع عن جد مش طبيعي بس وجود أحمد كان كتير مهول يعني أحمد هو من أكتر الداعمين لإلي على المحتوى اللي بقدمه أيامها عملنا فيديو الكعك سوا عن جد حسيت كل تفاصيل العيد معه كلها حلوة مع إنه عن جد كنا بوضع مش طبيعي عملنا فيديو المعمول سوا أول يوم العيد صلينا صلاة العيد سوا وتاني يوم عملنا فعالية للأطفال سوا فما كنتش حسة إنه عن جد العيد هالأد صعب لأنه كان موجود فالعيد هاي ما على أسف طيب أحمد على أقل قلنا طيب الأكل ما معمد أسماء أسماء يعني مبدعة ولا كيفية يعني أنا ما فيش ركت نحكي صراحة كان عندي كتير أشكرا على الترتيب اللي عنده في جزيان العربي كتير احنا مسؤولين لإنكم وشكرا على فريق الإعداد والجهود اللي بتتابعوه معي يلا أشبك نيت يلا هيتحكي المهام منه العائد عائدنا فشكرا لكم إن شاء الله ربنا يهونها ونلتطوا كلنا ونشكر أخير يا رب يهونها عليكم الكل شكرا شكرا جزيلا لحضورك معنا يعتك صحة وسلملنا على الأهل الكل في غزة إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله يا رب هذا آخر عيد يكون بهالطريقة هذي إن شاء الله إن شاء الله لأيام جاي أحمد شكرا يا أحمد شكرا على حضورك معنا يعتك صحة أحمد الجوجو أنا بحكي لهم أغرب خطوبة أعيشها بحياتي بدير البلح كتبنا الكتاب بمعمل أسمنت بدير البلح هدايا الخطوبة كانت عبارة عن السكر إن قطع بالسوق هو كان يجيب لنا سكر البصل مش موجود كتير غالي في أحلى من هيك هدايا الخطوبة هو نادر ولا نفيس بالتأكيد أنا قبل أكم من يوم بعتاله هدية مش موجود حاجات هو الفترة هاي مضغوطة بشغله فبحكي إنه بدأ أجيب له إيش هيك يتسلم فيه يعني مش موجود حاجات بعتله شوك وأندامي وشوية مكسرات بحكي له مش عارفة إيش الخطوبة هاي يعني إن شاء الله خير إن شاء الله خير إن شاء الله هي بركتها مش بشو اللي نعمل فيها لو هالقصة وكفاية إنه هالقصة يعني هالفيديو اللي طلع معنا كفاية إنه رسم بوجك هالبسمة وهالفرحة قصة الخطوبة أمطيح هما يزومنا نتنقشو فيها تنجح فيه لما شونه صح فكر في مسيرك أسما أنت رح تفوتي معنا على المطلق أسما شكرا لك يا أسما وكيد تتكمل معنا نهاية الحلقة وين نمشي واحدة نمشي فاصل أحنا مشاهدينا وبعد الفاصل سنكون معك لكات وأفلام العيد في الصالة انتظرونا عدنا إليكم من جديد مشاهدينا وموعدنا مع كلاكات والأخبار السينمائية مع الزميلة ماري تاريز معلوف إن شاء الله كل عام وانت حيا بخير زميلتي العزيزة وإن شاء الله كل المشاهدين بخير وأحل غزة يكونوا بخير كمانا ونخلص من هالكبوس وحتى فريق العمل كله اليوم يلي عم بيساعدنا لنكون نحن على الشاشة بعيدا كلهم شاء الله كل عام والجميع بخير به أفلام العيد أفلام العيد بما أنه رحنا بجوء العيد وعندنا دايما على العيد منشوف موجة الأفلام المصرية والأفلام العربية فرح هيك مستعرضهم سريعا ونبلش بفيلم من الكويت ورح نقدر نشوفه بالكويت ودول الخليج كلها وبمصر أيضا هو فيلم فانزو يلي عدته المنتجة الزين الحميضي يلي هي تجربة مهمة تضاف لها بالسينما الكويتية وهالتجربة السينمائية هي تجربة بين الأنيميشن والريل بفيلم قبل كان سبق وقدمت فيلم أشمان حصد الكثير من النجاح والانتجار فقتها الفانزو بإطار عائلة من إخراج عباس اليوسفي يلي كان كمان أيضا وراء إخراج عشمن ومن إنتج شركة ليتل دورز ومن بطورة مجموعة من الفنانين الكبار اليوم هيدا العمل هو أيضا عمل مختلف عمل سينمائي أنيميشن لكل العائلة ممتع ومنقدر نشوفه بجميع حصد قدع العمل السينمائي يلي استغرق إنجازه أكتر من عامين من التواصل بعمليات التصوير والتنفيذ وخصوصا أنه طريقة إنتاج الأنيميشن هي اللي بتستغرق وقت كتير وبتوازي إنتاج السينمائي العالمي بعتقد أمين هيك نحن كتير قليل لنشوف الدمج من الأنيميشن والريل بالسينما العربية فهيدا العمل لكل العائلة وكل الموجودين بالخليج بيقدروا يبلشوا يحتروا لأنه بلغ في الصلاة وصراحة ظاهر عليه أنه حاجة احترافية كبيرة جدا عن جد يعني ما بتتخيل أنه أنت عمتشوف عمل عربي فيعطيهم الصحة على هالفيلم وبصراحة مشوق التريلر أنه يحضر ويمشي تفرش فيه وحلو أنه لكل العائلة مش مسأفلام للكبار بالعيد رح ننتقل وأكيد كلنا بنعرف موجة الأفلام المصرية اللي بنشوفها على العيد وبتكون ممتعة جدا منبلشها مع أهل الكهف يلي كتير رحكى عنه وصدر نهار الخميس بـ 12 يونيو بتدور أحداث هالفيلم حاول مجموعة من البشر يستيقظون من نومهم بزمن مختلف عن زمنهم بعدة كروه وبتسارعوا بين العديد من الأحداث بخلال تصاعد تشويق الدرامي الفيلم بينتمي لنوعية أعمال الإنتاج الضخم وبيضم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم خالد النبوي محمد بمدوح غادة عادل فتحي عبد الوهاب أحمد عيد ريم مصطفى بيومي فؤاد أحمد وفيق محمد فراج وغيرهم كتير من الممثلين عن قصة للكاتب الكبير طفيق الحكيم ومعالجة درامية للكاتب أيمن بهجر أمر والإخراج لعمره عرفا فبعتقد هالخليط رح يشوقنا وأنه نشوف خالد النبوي بعمل سينمائي ممكن أكتر شيء من نشوفه بالعمال التاريخية خالد النبوي من الناس اللي نجحت برشا في هالعمال وديمان تشوقون والراوح صراحة في الأفلام وما ننسيوش عمره عرفا عمره عرفا من المخرجين اللي أمتعونا أعطاونا نوعية أفلام مصرية صراحة رائعة جدا فحاسيتوا ممتع الفيلم حتى أماكن التصوير رائعة جدا يعني عن جد بتشوف الطبيعة اللي كتير قريبة من الأحداث اللي عم بتسيط فهيدا من النوع الدرامي التاريخي لكن من نوع الدرامي والأكشن واللي بعتقد كتار بانتظاره وما بعرف أمين إذا تابع سلسلة هالأفلام أولاد رزق الأولاد رزق في جزء ثالث وهالسلسلة اللي عم تاخد ضجة واللي أعلنوا أنه مصر ما رح توقف عند الجزء الثالث هناك جزء رابع وخامس وستس هي من بطولة أحمد عز عمو يوسف سرياسين محمد ممدوح كريم قاسم معالي صبحي سيد رجب ومحمد لطفي ونسرين أولاد رزق رزعوا بمغامرة جديدة بالأكشن وهو من تأليف صلاح الجهيني وإنتاج وأخراج طريق العريان مغامرة جديدة رح تاخدكن برحلة للرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بسحبة صديقون الشايف وبالدور أحداث الجزء الثالث من هالفيلم بعد مرور عدة سنوات والفصال الأخوة بطريقهم للحياة المختلفة لكن بيوم من الأيام بيرجع شبح الماضي لا يلقي بظلاله عليهم ويرجعوا أولاد رزق يخدوا تجربة وعودة للحياة الجريمة والسرقة والأكشن ويخلصوا حياتهم من عملية مصرية هي الأكبر والأخطر بتاريخ أولاد رزق بأتدعم نشوف كمان بهالتريلر الدعائي الأماكن اللي عم بيصوروا فيها الضخامة والأداء عم بيقربوا من أنه يكون عمل هوليوودي مختلف يعني مع كل جزء من أجزاء هالسلسلة عم نلاقي أنه هن عم بي عم بيستثمروا فيه أكتر وأكتر عرفتوا التصفير لأنه من لولكي قتل علي ما كنتش حافظ لإسمه ما شفته مرة بس دغروا أكيد راح تعرف شهول لأنه أخذوا ضجة وحقق أرباح حائلة على شبكة التذاكر بالعالم العربي وبعتقد أنه حتى هلأ دخوله هو من نمبر ون بالشبكة التذاكر بالعالم العربي راح ننتقل نحكي أيضا عن فيلم كنا سبق وحكينا عنه وكاننا بانتظاره على العيد هو عصابة الماكس عم بيشارك فيه الفنان أحمد فهمي بموسم هالأفلام من خلال هالفيلم يلي كمانا بيجمع عدد من النجوم وهن روبي لبلوبا حاتم صلاح أوس أوس يلي هو اسم الشهرة لمحمد أسامة أحمد فهيم وظهور عدد كبير من ضيوف الشرق والعمل هو من تقليف أمجد الشرقاوي ورامي علي وإخراج قسام سليمان وبدو راح رسل فيلم حوال عصابة الماكس بإطار قوميدي بالمكسيك يلي اعتيد القيام بعمليات السرقة والتهريب ورح يكونوا وحدهم دون مساعدة وبدو يتورطوا بعملية كتير كبيرة بتحتاج للإستعانة بمجموعة لتساعد هالعصابة بتنفيذها ولكن كيف راح تصير الأمور كيف هل راح تنجح هالعملية بإطار من الكوميديا والأكشن بدور هيدا بمجموعة 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 لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة وتنقل بحياته رأساً على العقل هالفيلم هو عم بيشارك بالبطولة عدد من الممثلين إلى جانب محمد إمام أسماء جلال باسم سمرة دينا محسن وغيرهم مصطفى غريب وغيرهم كتير وبيومي فؤاد يلي شفناه بمعظم هالأفلان وغيرهم من الممثلين يلي هو نجم الدراما المصري فبعتقد عندكم مجموعة من الأفلام تقدروا تحضروها بفرصة العيد وتستمتعوا بالكوميديا والأكشن والإسارة أفلام العيد استمتعوا بها أفلام العيد إذن وعملوا جو وكهو مبين أفلام مبين أن الأفلام مختلفة جميلة لا خاصة أنا أعجبني الكويتي بسرح يعني أكتر 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 فيلم جذبني هالأنيميشن مع الواحد ظاهر الفيلم حاجة مميزة جدا أعتقد أنه بشيكون عنده نجاح كبير وخصوصا أنه مخصص لكل العائلة هذي الأفلام أكتر هي أكتر شوية للكبار بشيء بذل يعطيك صحة ماري تاريز شكرا أمين استمتع بالعيد مع العائلة شكرا لك وقتها مستمتع بالعيد مع العائلة أنا مستمتع مع عائلتي أنتم والعشايا مستمتع مع عائلتي صحيحة إن شاء الله بإذن الله اليوم في المساء شكرا لك مرة أخرى ماري تاريز عايشك ومشاهدينا الآن إلى تقرير أبو العيد دودو هو كاتب وديب ومترجم جزيلي تميز بغزارة الأنتاج ولسيما في مجال الترجمة وتميز أيضا في العمل في الظل غير آبهن بالشهرة خلينا نتعرف عليه مع فضيلة الفاروق في صفحاته من كان يتصور أن ذلك اليتيم الذي توفي والده وهو في الثالثة من عمره وعاش الفقر المدقع سيصبح قصا ومترجما وناقدا ومحققا ورئيس قسم اللغة العربية بالجامعة مع إتقان ست لغات وتأليف ما يقارب المئة كتاب لا يزال نصفها مخطوطا ورغم هذا المجد الأدبي العريب عاش أربعين سنة مع زوجته النمساوية وأولاده الثلاثة في شقة صغيرة في أعالي العاصمة الجزائرية لا يتسع صالونها لأكثر من مقعدين وألاف الكتب المكدسة في عام 1934 ورد أبو العيد دودو في قرية صغيرة بشرق الجزائر ورغم يتمه المبكر لفت ذكاؤه تجار قريةه فاتفقوا على مساعدته لإكمال تعليمه ولم يخيب ذلك الولد ذي الملامح الأوروبية آمالهم فيه فطول مراحل في معهد عبد الحميد بن باديس لينتقل إلى الزيتون بتونس وكانت قبلة الطلبة الجزائريين وليقوده تفوقه إلى دار المعلمين العليا ببغداد مبتعثا حيث حصل هناك على إجازة في الأدب العربي لم تشبع نهمه إلى العلم فكانت وجهته النمسا التي توجد دراسته فيها بدكتورا وهو في السابعة والعشرين من عمره وبزوجة من أبناء البلد ومكث هناك سنوات مدرسا في جامعات النمسا وألمانيا إلى أن عزم على الرجوع إلى بلده مساهما في بناء ثقافتها فعمل أستاذا للأدب المقارن في جامعة الجزائر وكان من مؤسسي اتحاد كتابها ونشر مجموعات قصصية كما عرفته الصحافة بسرده الأسبوعي الشهير صور سلوكية الجامع بين المقال والقصة القصيرة الاجتماعية غير أن مجاله المفضل كانت ترجمة من اللغة الألمانية وإليها ومن اللاتينية والفارسية كذلك فعرف الناطقين بالألمانية بالأدب الجزائري ونقل إلى الجزائريين ما كتبه الرحلة الألمان عنهم كما ترجم أصل العمل الفني لهايديجر ولعل عمله الأبرز كانت ترجمة الكاملة عن اللاتينية لأول رواية في تاريخ الإنسانية الحمار الذهبي للأديب والفيلسوف لوكيوس أبوليوس ورغم أن أبو العيد دودو فضل الترجمة على الاهتمام بإبداعه الشخصي قاصا وناقدا إلا أن ذلك كان مصدر فخر له فقال عن الترجمة أنا أعتز بأنني مترجم ولم أتهرب أبدا من هذه الصفة فرحة بها لا تقل عن فرحة بإنجاز عمل إبداعي بل قد تكون أكبر أحيانا وبين عمر من قضى في التدريس الجامعي والكتابة المستمرة انتقل إلى رحمة الله وهو في السبعين بعد أن تكاثرت عليه الأمراض فلم يكن يغادر شقته وبقي يؤلف ويترجم إلى أيامه الأخيرة غير عابئ بالشهرة وهو القائل إنني أخشى الضوء إذن إلى وقفتنا الثانية ومشاهدين ووصلنا إلى المطبخ ووصلنا إلى سكب الأطباق مع شيف طارق ومعنا أسمى أيضا صح؟ نورة معنا من هذا المطبخ طيب خلينا نقول بسرعة إحنا وين في التجهيزات؟ نحن دا لوقتي في الفتى هنغرب الفتى وفتى والخل للشربة التي نعبد نهضary تكون صحيح اللي خلصة لا مش اللساẫnة لأ السiously الشربة ببعخ صحيح أنا بتحط الخل على الشربة طبعا طبعا يبدأ حنختلف صحيح 100% طبعا الخل تحط على السلصة لا الخل تحط على الشاربة الزائح خلت على السلصة ومشاهديننا الخل في الفتى المصرية تحط على الشربة أولاً بتحط على السلسلة عندك رجلت حطة خلها أنا كان نفسي أشارك بس أنا ماليش في المطبخ إحنا عرفنا منك يا أسماء أنه أنت ما بتعرف في المطبخ؟ لا أنا مش كتير يعني أبداً يا شاخة وإحنا اللي جايبين اللي تطبخ العشق آه لا هو راح العشق فيديوهات اللي على حسابي السكتية والأكل وهيكا؟ لا يعني أنا الشيك بحكي لي أعمل هيك فبعمل هيك جميل عملة لا هي ريتا بتقول أنت الكيلة جو المطبخ يا أخي قصة جوال بطبخ تاكل معنا بعد الحلقة طب إيه رأيك نعلمها الرؤى؟ شو رأيك نعمل شيء؟ بتاعي أنت مترحي وأنا رح أجي مترحك أيواً السلمة أنت من هون وأنا بدك إسكبلك ملكة غرف الرز ملكة غرف الرز صار عند وظيفة لديكم الفتة بفلسطين تقدم نحن الفتة بنعملها أول يوم عيد نعم 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 نحن أول يوم عيد كنا نعمل الفتة تمام كمين على اللحمة والأضافة لا تعال انت صدقتين من هونيك تعال تعال بدنا نعلمك اليوم تعال من هون تعال شوفي بقى شوفي بقى أيوا الرز كيف بنسكبو بناخده هيك من فرق ريش شوي تجيب بتفرق لي على الرز من فوق صعبة؟ لا يا مجاربة خدك استمر حلو خبرين على الفتة نرجع بالن يلا ونلنا الفتة التعليق نحن ما بنعملها هيك بالرقاء هيك هيك صح؟ مش بالخبص أي مزبوط صحيح في أمل؟ في أمل احنا بنعملها بالرقاء مش اللي زي هاي نفس ده نحن نتكلم عليه البتة والعيش البتة وال أيوا يعني انتم موجود عندكم عيشة موجود موجود عندنا أصلا مفضل عندي في الفتة يعني أيوا احنا بنعمله بالرقاء هاي بنحط الدقة على الرقاء عشان تتشربها شوية بعدين نروز جميل والدقة دي تبقى فيها إيه بقى؟ لا دقة فيها خلب بما إنه قال الدقة واضح إنه أنا ريوم آه هي بيكون فيها خلب أيوا فيها فيها خلب لا احنا بتاعتم شربة بس الخلب نحطه على الصلصة ممكن؟ آه يعني دائما ما بعد أحنا هيك بنعمله بالبات صحيح؟ بس خلص هي كويس في مرحلة كويسة كده لا احنا في مرحلة تكب الرز آه كويس كويس الفتة طبق الرئيسي يعني فيه أمل؟ لا لا جميل خلص ممتاز طب الحمد لله ما علش؟ اسمه جبر الخواطر في العيد لازم الله سامحكم طيب لا اسمه صراحة يعني أحبطيني أنا هنفكرين أنه بسرعة رح تعملين طبق زيادة لا أنا ملتش لخلص المطب آه أبدا لا بس كويسة طيب طيب إحنا الرؤاء عشان منشرح بس حطناها سامن فراشنا سامن تحت معلقة صغيرة وحطنا الرؤاء بتاعنا بالشكل ده بس عملنا فيه إيه نافل شربة أوريكم بس في السريع بنحطها بالشكل ده آه بشوف ما ما بتعملوا بحركة هاي صح؟ آه بصي أول ما نتحط بيبدأ يترى معانا صح فبنبدأ نحط كده إيه كام بكبشة بشكل ده نحوة إحنا أنا مش بحب طريق قوي عشان ما يتعجنش معانا بين الرئين الأولين أو التلاتة بنيجي هنا نروح حطين اللحمة نروح حطين إيه اللحمة اللي إحنا عملناها وإيه نوزع بالشكل حطت عليها فلفل ألوان كمان فلفل شوية فلفل أعطيت دي شكل حلو يعطي طعم كمان طبعا ما نحطش بس منذك شوية فلفل وشوية بصل أبيض وبعد كده نيجي بالطبقة هي دي بنمتق اللي إحنا نقفله فوق الطبقة اللي بعد شايف ما بتكسر إحنا أحيانا كنا منكسر بصي أنا بتطرق كسروا هنا صح لا يزبط على صح صحيح أخو بعد كده برضو بنجيب واحدة تانية كم طبقة بتحب تحب؟ شوفي اللي هو الروفية بيطلع أربعة بأربعة لات أربعة آه بالضبط بس داخلين شوية فأنا بحط اثنين بيتين أو تلاتة بثلاتة حلو بس كده نكمل نسيب بس دلوقتي اللي إيه؟ الرؤاء ونكمل تحياتي سيئ لدي هاااا أكيد خلينا نقول شئ أخير على الرؤاء وانت بتصب الضلسة رؤاء بلدخله على الفرن بعدين قدايه بنتركه ولقدين وقت بلدخله على الفرن بياخد حوالي روبع ساعة حلو على بتكسر حرارة حرارة 22 واشينو اطلع معنا الشكلINO والرغون كله في حدا يا أمين صار بيجيب الطبق الجاهز لأنو شو ملكة الايه الشو مية بالمئة لأنه شو؟ صح؟ كمان نحط بقى نحمد تعالج من حلو يعين؟ هذي الطبق تعملوه في مصر نهار العيد؟ نهار العيد سباة أم لا في الغداء؟ لا في الغداء الصبح زي شوف خالد ما عمل نبارح كيف بدأ هذاك الأجواء الشي صفيفة صح اللي احنا بنسميها حلويات العيد حلويات العيد ما أنا بس اليوم قلت حلويات العيد كانت شوي غريبة لأن الحلويات هي الفوارغ بنقال عن نفسي صحيح فوارغ حلويات العيد مصمت أنا ديما في العيد من الناس اللي مناكلت طبق الأسينيك لهذا ها أنت شايب كل هذا وتركز في المخالة ما عندك مشكلة وأغم من اللي بيأكله الرئيسي وبسيب الثاني للبقوي شكرا جزيلا لك أسما وشكرا لوجودك معنا ونتمنى أنه تلاقي يعني في الدوحة كمان حضن ثاني أهلا وسهلا فيك واسطنا وإن شاء الله العيد الجاي بين هالنيكة بعودة الأحوال وتحسونها في غيرنا شكرا جزيلا لك وحنا كيف كيف شكرا لك أسما شكرا يا شيف شكرا سيدي شكرا أمير شكرا بشاهدين وعيدك مبروض وشكرا لكل الفريق بطبيعة الحال نشكركم الكل يعني اليوم كنتم معنا نهارة العيد وأيضا المشاهدين اللي تابعوا فينا شكرا لكم إن شاء الله حلقتنا كانت نالت أعجبكم غضوا عندكم حلقة جديدة فيها سارة أنا مش موجود صح أكون فيها أنا وفيها أيضا تكلفة الأعياد وأحوال الأسر العربية وأحدثت دراسات والأبحاث الطبية ضمن النشرة الصحية أخبار سينمائية متنوعة أيضا ضمن كلاكات بالإضافة إلى العديد من التقارير الفقرات والمواضيع المنوعة إن شاء الله غدا سارة والزميل ميلاد وتحياتنا إلى كل الزملاء كل عام أنتم حين بخير وغدا تابعونا وكل يوم وبقية برامجنا أيضا اليوم في يوم العيد على قناة العربية 2 كل عام أنتم حين بخير أحمد مبارك اشتركوا في القناة